موسيقى لأزمة بسيطة كانت حياتها هادية جدا بدأت حياتها كمرسلة ده الشغل اللي فيعني لما كبرت ولكن لميس بدأت شغلها بالإعلام أو علاقاتها بالإعلام إنو هي طفلة صغيرة بدأت أعمل برامرد أطفال في القناة الرابعة في الإسماعيلية اللي هي البلد اللي أنا عاشت واتولدت فيها واللي بحبها جدا عملت برامج أطفال كنت أنا مزيعة بتاعتها لما كبرت أحبا صغيرين ابتديت أعمل برامج ثقافية وبعدين أول ما رفت الجامعة كملت في البرامج دي برضو لحدا ما أخر سنة في الكلية أنا خريجة أداب فنوطية جامعة عين شمس اشتغلت أول مرة في حياتي قناة فضائية كانت بقناة المحور عملت ثلاث برامج على الهواء ابتديت بهم اثنين منهم فن واحد منهم كان لي علاقة بالأحداث كنت أنا المزيع بتاعتهم كان أوقات فراغ ده كان على الهواء ميزيك ستيشن ده كان على الهواء كنت بس طيب بقى فنانين متقفين وعيون المحور كان خارجي مش في الستوديو وكان الأحداث اليومية بعد كده بعد ثمان سنين في المحور رحت قناة الحياة عادت أربع سنين هناك اشتغلت برنامج مصر جديدة بس الأول قبل مروح وأنا في المحور طبعا اشتغلت برنامج تسعين ديئة واللي فرق معي جدا واللي حبيته يعني أنا عكس المتعرف على اللي بدأت المزيع وكملت المراسلة بس الأسباب يعني أنا مبتنع بيها ومش مدمن عليها وبعدين ايه هي الأسباب انه أنا مش هايدة عمل برامج هايضة مش هايدة عمل برامج متعلمش مع الناس ومش هايدة عمل برامج وخلاص وابقى شامعة ولما تخلص تنطر عايدة عمل حاجة لناس تحبها عايدة الناس تدور على الشغل اللي بنعمله الكويس يكون لي رسالة يكون هادث تحبه وأحس بيه وأحس بيه في الشارع مع الناس فانما كنتش عايزة أعمل برامج وخلاص فحاسيت انه لابقى مقفز الديئة صح عشان أوصل صح وحاسيت ان المراسل هو البداية الصح للمزيع لانه أغلب الناس اللي أنا بشوفهم نجحوا ونجحلوا بدأوا المراسلين فأولت اتعلم فان ورياضة وسياسة اجتماع ودين فكملت المراسلة لحد ما اتنقلت لقناة الحياة واشتغلت اربع سنين برضه في برنامج مصر الجديدة مع معتزة دمرداش ولما توقف في البرنامج وجدت ان هو ده الوقت الصحيح اللي انا اخد فيه الخطوة بتاعتي شوف يعني الظروف القنوات والاعلام عندنا في مصر مش سهل خالص ان انت تعمل فيه نقلة مستهل وانا حاولت على فكرة مش ما حاولتش يعني انا حاولت ان انا اعمل النقلة دي او القطوة دي من ان انا ابقى عندي برنامج او ابقى بعمل حاجة اكتر من الثلاث دقايق بتاع التقارير وفشلت الحياة يعني لما الناس قالت لي زمان اوعي تتجهل المراسلة حاليك زي ما انسيت برامجك وبتعمل برامج على الهوى وفستود لو بدأت المراسلة هتتميني طول عمرك المراسلة ما حادش هديك الفرصة قلت لا لما يلقوني عمزي خبرة وتعلمت وكده هيدوني بس فاعلا ما تدنيش انا حاولت فكان لازم ان انا لقي اي فرصة اتعلق في اشياء زي ما بيقولوا تلقيني النقلة دي انا حدثت ان النقلة هتيجي من هنا هقول للناس يا معنى هو يا جماعة عندي حاجة بحبها بعرفة عملها يا جماعة خدوا لكم يمكن ان يكون عندي حاجة تنفع تعلم مع المشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة